في هذه المنطقة المحاذية لمستوطنة معالي أدوميم من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وعلى بعد مئة الأمطار من هذا الحاجز العسكري الذي يؤدي إلى مدينة القدس أطلق مسلحون فلسطينيون النار سوب إسرائيليين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إن منفذي الهجوم هم فلسطينيون من قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية الصباح مأساوي أقف وخلفي على طريق رقم واحد من معالي أدوميم المؤدي إلى القدس ثلاثة إرهابيين من الضفة أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية على مدنيين كانوا في مركباتهم وهم في طريقهم لبدء يومهم في منطقة القدس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بنكفير دعا مجددا ومن مكان وقوع إطلاق النار إلى تقييد حركة الفلسطينيين وتعزيز القبضة الأمنية نحن نوزع المزيد والمزيد من الأسلحة كان هناك بعض الأشخاص الذين انتقدون بشأن هذه السياسة منذ نصف عام وأعتقدوا أن الجميع اليوم يدركون أن الأسلحة تنقذ الأرواح وذكركم أنني قلت قبل ستة أشهر بطريقة واضحة إن حقنا في الحياة أهم من حق حرية تنقل السكان الفلسطينيين أما وزير المالية بيتسالي سموتريتش فطالب رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو بعقد المجلس الأعلى للتخطيط من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة ردا على هذا الهجوم في معالي أدوميم ومناطق أخرى هجوم يأتي بعد نحو أسبوع من عملية إطلاق نار مماثلة وقعته في كريات ملاخ جنوب إسرائيل محمد الصياد الحرة من مدينة القدس